الطاقة بتاعتك انت يا برج الدانو الطاقة المعتف قرص تشايف برج الدانو بيحب بي يعني او عاوز يقدم مشاعر لحد او عاوز يعترف بمشاعر لحد او عاوزه طاقة سماح او طاقة خير او دي طاقة في العام يعني انت شخص ممكن بتحسب دا دلوقتي طاقة مشاعر طاقة حب ممكن تكون بتساعد اشخاص لان دي طاقة العامة ممكن تكون بتساعد ناس مثلا او في حاجة مثلا بتقدم مساعدات بتقدم خير طاقة برج الدانو ناطح اكتر او انت عاوزت تكلم حد عن مشاعرك او ممكن بس خاف من رفض او ده حصل وحصل فيه رفض انا شاف فيه هنا عندك مشاعر بشكل كبير او لكن فيه زعل فيه خوف من رفض فيه رغبة في تحرر من افكار فيها خوف وانك تدخل مثلا في العلاقة بقلب جامد او تعترف بمشاعرك او كده او فيه حاجة انت حاسس فيها انك انت تسرعت تسرعت وطلبت او بيينت مشاعرك لحد او قدمت مشاعرك لحد فهذه الطاقة بتاعتك في الوقت الحيني طاقة شريك برج الدان ممكن ان يكون اصغر منك ممكن ان يكون طاقة بداياتك بادئ حاجة جديدة طاقة شريك طاقة شريك ممكن ان يحاول ينفع موقف ينفع تصرف ينشجر في امور تخص عمل تخص مشروع جديد تخص حاجة جديدة في حياته لانه هو فيه مود صعب عاوز يخرج منه في الوقت الحالي فبيحاول يتحرر منه بالانطلاق بالبداية الجديدة ممكن شريكك يكون من برج جنائي او من برج جنائي فطاقة في الوقت الحالي هو رغبة في بداية شئ جديد ممكن يكون هو في الوقت الحالي بيظهر لك تجاهل مثلا ليد او للعلاقة دخوله في معطرف ثالث او اهتمامه الاكتر مثلا باصحاب بالبداية لكن هؤلاء هو فيه حزن وهو يحاول يداريه بالشكل الخارجي لطاقة العلاقة ما بينكو انتو الاثنين لسافة نفسار انا شايفة طاقة فيها مراقبة وممكن تعرض البعض منكو لخداعي يعني انت او هو منكو منه يعني انتو الاثنين طاقت العلاقة ما بينه في حد هنا كان معطاق، فيه حصل غدر، حصل خيانة، حصل سرقة، حصل خداع، حصل دخول في طرف تالت، حد مثلا اكتشف ان الاخر عنده طرف تالت لان انا شايفه الموضوع ده ظاهر في القراءة بتاعين كؤاني برغم ان حد قدمت كتير في العلاقة دي، ولو هي علاقة جديدة يبقى فيه رغبة بالاعتراف في المشاعر لكن طرف شايف التاني مشغول مثلا بحزنه او حاسس ان هو عنده شريك او بالفعل ان هو عنده طرف تالت، حد فيه كواني، فدي شكل العلاقة ما بينكو في الوقت الحالي ايه مشاعر تجاهك؟ نويا، هتطوره القادمة، هتكامل العلاقة مشاعر تجاهك انا شايفها رحيل في الوقت الحالي، العلاقنا فيها انفصال، فيها ودع قلب وفيها مشاعر حب في نفس الوقت، لكن يا ام مش قادرين تقولوا عنها بسبب وجود طرف تالت، يا اما انتو فيه شيء صعب حصل هنا في العلاقة دي، من حد فيك ويعني، وفيه حاجات تخص العطاء او المبادرة بحاجات قويزة وبطرف قابل ده بغير كده يعني، شايف هنا لقيته في قبض، في مشاعر حبيبك، مشاعر احيان، شخص ده راحل وهو بسبب بسبب ان هو مش راضي عن العلاقة، يا اما فيه احسيس غير مكتملة، يا اما علاقة غير مكتملة، يا اما زي مقابلت فيه حالي فيكو عنده طرف تالت، مشاعر شيء بورج الدل، اه فيه هنا، الرحيل ده جي بعد انتظار كتير، مثلا فيه حد مل، مل من اللي حاصل لمل من وجود الطرف التالت، مل من كتر نوع مشاكل معين بيتكرر او بيحسب بشكل متكرر في العلاقة، فخلوا بلقوا من نقطة زي دي، دي مشاعر تجاه في الوقت الحالي، دي مشاعر حد ادى دهر العلاقة، حد راحل، وللمجهول، يعني هو مش محد في حدا معينة، هو راحل لها في الوقت الحالي، ولذلك هو هنا عنده البيجوفون، اللي هي حماس لبداية جديدة، بداية جديدة بقى، هو يمتلك مثلا المعصاب، لكن في جواه لسه كسر القلب ده او الحزن ده موجود، موجود بسبب كمان ان فيه انتظار طال في العلاقة، نويان تجاهك او انتجاه العلاقة، السابنوف بنتيكل، اللي هو ده، نويان تجاهك او انتجاه العلاقة، ايضا بس اخدلكم هنا في المشاعر، ورومر، نفت الى لده، نفت الكلام رحيل، او العكسي اما انت ادته كثير في العلاقة دي اما هو اللي انت كثير في العلاقة دي وتاعب وزيق وقرر الابتعاد في الوقت الحالي شايف ان هو بيبذل مجهود كثير قوي على مفيش او على لحظات ممكن تكون عبرة في العلاقة دي انا شايف ان هنا فيه مشاعر حب ومشاعر حب قوية لان الشخص كمالا ما يكون حزين كده او قلبه موضوع كده فده معناه ان فيه مشاعر حب او طاقة حب قوية تجاه الطرف الاخر او تفكير بشكل جدي لكن العلاقة هي اللي فيها صعوبات في الوقت الحالي فمخلية طاقة التفكير عامة كده حاليا نويات تجاه او تجاه العلاقة الشخص ده ممكن يكون كمان بيحاول ان هو يبدأ حاجات جديدة لكن مش بيعرف الشخص ده انت بالنسباله حد مميز يعني او انت بالنسباله او الحب او او الاحساس بالفرحة الشخص ده جمان بيحس تجاهك احساس الام جدا فالشخص ده في نويات تجاهك او تجاه العلاقة ان هو يعمل تغييرات وهيقوده لده مشاعره القوية تجاهك او تجاه العلاقة يا بور جدا الممكن هنا كمان ان الاتوف كبس ده بيكلمنا عن رحيل لكنه رحيل مؤقت بسبب يعني انتو هنا بالفعل بيبقى الاتوف كبس بيبقى فيه 8 كبهات وال8 كبهات بيبقوا موجودين على حالهم لكن الشخص هنا اللي بيسيب 8 كبهات على حالهم ده يعني الحاجة واقعة او الحاجة فاضية او الحاجة مقصورة وبيمشي بسبب ان هو عاوز الاثنين التانين فبيكون هنا فيه نوع من انواع السعي لاصلاح الاموري اما انا امشي لحد ما انت اتصلح امورك او انا امشي لحد ما انا اصلح اموري او الامور تتصلح لوحدها او يحصل فيها خير بشكل افضل المهم انه ده وقت رحيل بالنسبة لي ملل زحق اعاد اموردة كده لكن هنا انا شايف فيه حد بيحاول ان هو يستعمل كل حاجة هو يقدر يعملها علشان يعمل تغيير وبياكد ده كمان الكارت اللي بعد كده في خطواته القادمة فعلا ده كارت الدس فعلا هيكون فيه تغييرات يعني بالشخص ده ممكن كمان يكون فيه اشخاص مثلا متعوق العلاقة او مشكلات او حاجة مثلا موجودة من الماضي او حزن موجودة عند الشخص ده مهم ان هو يتخلص منه او يستعيد نفسه من قوي وجديد فواضح هنا الرغبة الشديدة في التغيير حتى في طريقة الرحيل ممكن للبعض منكم الشخص ده يكون يمشي من غير سبب يعني من غير ما يقول لك الاسباب بولد الده ايه خطوات شديدة القادمة الشخص ده يفكر في خطواته القادمة ان هو يعمل تغييرات ممكن الشخص ده يكون مثلا بيعاني للبعض منكم وفاة حد عنده مشكلة حالين هو بيمر بيها بالفعل محاولة للتغيير مثلا تخلص من بعض الاشخاص بتعوق العلاقة شايفة فيه تخاطر شايفة فيه راحة من راحة من تفكير طاقة تفكير كوية جدا بتقرج الشخص ده ما بيتخلهوش يقدر ينام انا شايفه طاقته صعبة جدا حتى هنا لو هو هنا بيزهر العكس بان هو بادئ حاجة جديدة او منطلق او كده او بيخرج مع اصحابه او بيقضي وقت نطيف لكن هو برضو جواه قلبه حزينه جواه مشاعر حب كبير قوي اتجاهك يا برج الده ليه هنا بقى هو بيغير وبيفكر مكيلر ان هنا في الاول كان العلاقة انا شايفه التينوف بانديكن ده بيقول ان فيه خير جاي في العلاقة دي او ان الشخص ده ميحامل ان هو مثلا العلاقة دي يحصل فيها نجاح ويحصل فيها استقرار ومقدرش اقول هنا ان هو زواج قوي يعني لكن شايفه ممكن فيه حاجه تشتغلوها مع بعض فيه استقرار واستقراره هيكون مرضي ديكو جدا لانذا التينوف بانديكن تمت كمة الاستقرار وهنا كمان في الطاقة بتاعتكو او في طاقة الورق اللي خرجت كان الـ التينوف كبز هو معيها الاسوف كبز ففيه فعلا تخلص من حاجات صعدة شخص ده بيمر بيها في الوقت حالي عنده مثلا حد اتعبان ممكن يكون هو المتعبان فيه طاقة تفكير كتير اوي فيه مشاكل خسرت في العلاقة فيه حد رفض التاني بشكل مثلا التاني ما كانش متوقعه او اكتشافه وجود طرف ثالث لان الطاقة هنا بتقول الحاجات كتير اوي او انتو تقيتكو هنا كتير اوي في كل حد ياخد القراءة بالشكل المناسب ليه فهنا طاقة او الاوتكم من العلاقة التينوف بانديكن التينوف بانديكن زي ما قلت بتقول ان فيه استقرار كبير مرضي ديكو وانتو الاتنين ممكن كمان يكون فيه شراكة عمل نجحة جدا اوتكم من العلاقة انتو هنا هنلقوا التينوف بانديكن والتينوف اا والتينوف اا والتينوف اا والتينوف صارت العشع سيوف فهنا برضو ده انتهاء الالام او دي مرحلة بتتغير ممكن انتو بتمروا بمرحلة صعبة جدا في الواحد يعني انه يحصل كل ده يا اما محتاج قوة ارادة منكو وان الحب يكون اقوى من اي حاجة بتحصل يا اما موضوع محتاج مثلا ان هو يتغير مثلا بمعجزة يعني او بعضوكم مثلا استعمل كل حاجة ممكن تكون موجودة في يده وهيلجأ مثلا قوة روحية يعني دعاء يكون مستجاب حاجة زي كده لكن انا شايف هنا انتهاء الالام وشايف هنا طاقة الاكتمال يعني هنا الالم اكتمل وقرب ينتهي لان فعلا كانت الدس دي مرحلة تغيير وانتو في مرحلة عبور في الوقت الحالي بالتغيير ده شايف هنا في احتمال عنده طرف تالت ممكن يكون فيه خلوق بشكل كبير قوي في العلاقة دي للطرف التالت اين كان ايه هو الطرف التالت شايف هنا كمان فيه اجتماع بينكم وأنتو اللي اتنين لكن برضه لم قلب برد ان فيه ارتباط او زواج لكن چه اغنيانك لمدة الاكمال فيه ان اعتراف بحب أغنيانك لاحت mathematicات كبير أو كُا مرحلة أيضا بoke cuando these communicants ومشاعر حب هناك أوقات حلوة هناك أوقات حلوة لكن في الفترة برج الدرب لا يتحددون ماذا يحدث بالضبط لا يتحدث بالضبط على المشاعر أو الموقف الذي يحصل لأنه سيعدي بعضكم في الوقت الحالي يكون متزمر و يكون متضايق و يتعصب و يكون عايز الأمور تمشي بشكل معين في الوقت الحالي فهذا الأفضل لها لأن كارت الدبس يلغي أو يموت حاجات سلبية كثير علشان التغييرات التي تحصل والتغييرات هنا أنا شايفة أنها لازم تحصل حتى لو هناك حد بمزالي و عايز تغييرات تحصل هناك تغييرات لازم تحصل خارجة عن إرادتك و عن إرادته هي من مصلحتك أو من مصلحت العلاقة بشكل عام شايفة هنا أنت بالفعل لقيت شريكك المناسب فأنا شايفة أنك هتحس أن الشخص ده هو لحد المناسب لك هيبقى فيه فعلا تبادل مشاعر و هيبقى فيه لحظات حلوة في العلاقة دي في الطاقة الحالية فيه تبادل للمشاعر و فيه حاجات نكحة أو مستقرة بينك و إنتوا الليين واللحظات حلوة في المعلاقة دي أقول لكم الأبراج الموجودة دلوقتي بس ما نشوف من قادم لبرج الدنو من القادم يخذ من هنا العول بصوا حتى هنا في الطاقة تحت الورق نفس نفس ده من قادم لبرج الدنو أشوف من القادم لبرج الدنو من طاقة تحت الورق و يجب أنه يقوم من قادم لبرج الدنو من قادم لبرج الدنو ممكن يكون مسيطر في العلاقة ممكن يكون زوجة ام او الاثنين او فيه اشخاص بيسيطروا على دماغ حد فيكو يعني فيه حد فيكو هتحرر من اشخاص ممكن تكون بتتحكم في عراقه بتتحكم في تفكيره لكن انا شايفة فيه تمثق قلب العلاقة دي فيه مواجهات هتحصل في الفترة اللي جاية او اعتراض على شكل ما او على وجود طرف ثالث في العلاقة وشايفة ان فيه مصرحة هتحصل او فيه كلام من قادم في حيات برج الده برضو وجودك مع شريكك باي شكل كان المهم ان فيه طرف ثالث هيخد ايا كان ايه هو الطرف الثالث ده واذا ما فيش طرف ثالث خالص ففيه اعتراف بمشاعر فيه حد هيعترف لك بمشاعر لكن انا شايفة هنا حتى ما ما فيش طرف ثالث ففي حد فيه كان عنده حاجة او العلاقة دي او حد فيه كان فيه علاقة فيها مشكلة او كان فيه حد بيسيطر على طرف انت او الشريك بتاعك ما القادم في حيات برج الده شايفة فيه عنده كمان توازن بيحصل شايفة بعض لان زمن القادم عموما مش من القادم شايفة كمان ممكن تكون استقرار نوعا ما في وضع مادي او توازن في وضع مادي مثلا بعضكم ممكن يكون عانى من خلال في عمله في ظروفه المادية بعضكم ممكن يكون كان الانفاق اكتر من المدخول اللي بيدخله فشايفة فيها يحصل توازن شايفة فيها يحصل انتقال مثلا لحاجة اعلى في موضوع الشغر شايفة فيه تخلص او راحة منتعب ما القادم لبرج الده بصوا هنا ده كمان حد هيتكلم حد هيتقول عن مشاعر من القادم لبرج الده طيب فيه علاقة باست لايف علاقة باست لايف وفيه كلام فعلا بغي يحصل اهو نفسه هنا فيه كلام والشخص ده انت هتقابله وهيحصل فيه مصرحة وهيحصل فيه كلام العلاقة دي علاقة باست لايف ممكن تكون بتحصل فيها حاجات كتير في الوقت الحالي لكن فيه تغييرات جاية فيها اكيد في الفترة اللي جاية شايفة كمان هنا فيه نوع من انواع الادمان او التعلق بشكل ادماني من حد فيكو بيأثر على العلاقة فده هنا تحذير او انك تحذر من وجود حاجة زي كده او انه حاجة زي كده تكون لها تأثير على مصاري العلاقة او ان هي تروح لحاجة افضل فاللي عنده تعلق لان هنا كمان شوفنا حد برضه فيه كنترول على مصاري العلاقة فخلوا بالكم من النقطة زي دي سيب الموضوع في الوقت الحالي يمشي بسهولة علشان تقدر تنتقل من المرحلة التانية لما انا في مرحلة معينة من مراحل التغيير بكون رافد او بقاوم او متعصب او عايز شيء يحصل بشكل معين فانا بستمر في الطاقة دي لوقت اطول حاولوا تشغيلوا نفسكوا بحاجة تانية لان فيه تغيير فعلا جاي في العلاقة دي بشكل احسن شايفة هنا برج الاسد الجوزاء الدل وزيج شايفة برج الحمل برج الحمل برج العقرب برج الحمل وبرج العقرب وشايفة برج الاسد الحوت السرطان الحمل تاني دي الابراج اللي موجودة معيك يا برج الدل تشوف ايجابة الملائكة حلو جدا هنا بيقولك خلال عام من الان وفي عندك وفرة وخير وفرص وحاجات مادية فيه فلوس كتير جاي لك خلال عام من الان بعضها ممكن يكون امقو في الوقت الحالي مثلا جانب مالي لان انا شفت هنا برضو زي ما قلت فيه عدم توازن في الجانب المالي فما تقلقش في الفترة دي فيه حاجات فيه خير كتير جاي لك وفيه وفرة كتير جاي لك في الفترة اللي جايه يا برج الدل كتير جايه يا برج الدل وهنا في حاجة تانية احسن او في حاجة تانية افضل او في حاجة تانية افضل او في حاجة تانية افضل ممكن تكون حلول وممكن يكون دخول شخص في حياتك المهم ان فيه حد مناسب جاي لحياتك فيه حد شريك او حبيب داخل حياتك سواء ده او غير عشان كده مطلوب منك ما تقومش التغييرات في الوقت الحالي وما تكونش عايز الامور تحصل بالشكل اللي انت محدده سيب الامور تحصل كده لان فيه خير انا شايفية جاي لحياتك لكن بعضكم ممكن يكون عصابه ومش او رافد نوعا ما الوقع بتاعه في الوقت الحالي لو انت مرفضتش وانت حسيت بحالة من الرضا في الوضع الحالي فانت بتسمح له ان هو يمر بسرعة وان يجي الوضع اللي بعد كده يكون اوضاع